حراك على الساحة البرلمانية العراقية يثمر عن إقالات متعاقبة لمسؤولين التهم بالرشاوة والاختلاسات والفساد الاستجوابات أطاحت بوزيري الدفاع والمالية في خطوة طرحت تساؤلات حول ما إذا كانت تنم عن مهمة رقابية أم تخفي دوافع سياسية وطائفية وقومية بعد إقالة وزيري الدفاع خالد العبيدي والمالية هوشيار زيباري يسعد البرلمان العراقي لاستجواب وزيري الخارجية إبراهيم الجعفري لإخفاقاته على المستوى الدبلوماسي والإداري والمالي في عمله كوزير للخارجية ويدلل منوئوه بوجود فساد مستشر في سفارات العراق في الخارج وهدرا لأموال الدولة فضلا عن تفشي المحسوبية والوساطات في أروقة الوزارة وما زاد من تأزم وضع الجعفري الذي سيساءل في السادس من الشهر المقبل ما سرب عن نواب أكراد سافروا في الأيام الماضية إلى بريطانيا وحصلوا على وفائق مهمة وغير معلنة سابقاً تؤكد أن الوزير الجعفري ادعى أنه مريض نفسياً أثناء حصوله على الجنسية البريطانية عام 94-900 وألف لن تقف المساءل عند الجعفري فمصادر في البرلمان تقول إن موعد السجواب وزير الزراعة فلا حسن زيدان سيكون في السادس عشر من الشهر المقبل وإنه تم جمع تواقع للسجواب كل من وزير التربية محمد إقبال ووزيرة الصحة عديل حمود على أن رأس الحكومة نفسه ليس بمنأ عن هذه المسألة إذ تقول مصادر برلمانية إن النائبين عن التحالف الوطني هيثم الجبوري وحنان الفتلاوي أعدام لف السجواب العبادي ليمثل أمام البرلمان في مرحلة قريبة لاحقة وكان هوشيار زيباري وزير المالية قد أقيل في وقت سابق واتهم رئيس اتلاف دولة القانون نور المالكي بالوقوف وراء حملة الإقالة بهدف إفشال حكومة حيدر لعبادي ووصفه بأنه عدو لإقليم كردستان لكن المؤيدين لإقالته يؤكدون أن الإجراء لا يستهدف شخص زيباري سياسيا أو حكومة إقليم كردستان كون التصويت حظي بتأييد أربعة أحزاب كردية من أصل خمسة أحزاب في البرلمان أما وزير الدفاع خالد العبيدي فجاءت إقالته في أوج حملة عسكرية يشنها الجيش ضد تنظيم الدولة ويتزامن مع اقتراب معركة الموصل ما يجعل مكانه شاغرا في توقيت أمني حرج بالنسبة لعراق ترجمة نانسي قنقر